أصلي بص هو أول ما بني يعني الإخوان دول للأسف الشديد والله بجد أول ما بيجوا على بالي بتتداعى عندي كل حاجة وحشة تتداعى على الزهن كل حاجة وحشة لأن إحنا بجد إلا ما شفنا حاجة عدلة متعلقة بالإخوان من سنة 28 لسنة 2022 يعني والله بكلمك بجد يعني عمرك ما هتلاقي إخواني أمين دايما كذب دايما منافق دايما رسم على وشه ابتسمة في منتهى السماجة الإخواني لما تيجي تسأله سؤال وتزنقه يروح ردد في حتة تانية فمثلا تيجي تقوله إيه يعني مثلا وإنتو كان إيه تصوراتكو في ملف الصناعة في مصر عمره ما يجاوبك عارف يقولك إيه وإنتو تصوراتكو إيه دايما كده فتقوله مثلا إيه إيه أنتم لم تقوموا مثلا بتطوير منظومة العدالة إيه لا كنتوا يا ترى هتعرفوا تطوروها دي طريقة المناقشة مع الإخوان أنا بجيب لك هنا أبسط حاجة عشان كده حتى إذا كان لسه فيه ناس بتتفرج على القانوات بتاعتهم بالمناسبة صحيحة والعالة بتاعتهم فين وبدأوا يشتغلوا على عصفير يعني قاعد عمال بينبش في أي حاجة على فيسبوك ولا على تويتر عشان يعلق عليها وكل حاجة صمت العالة خرصت هو كان فيهم إيه عدل إيه العدل ولا حاجة مناقشاتهم دايما عقيمة ملفات ما عندهمش تصورات ما فيش كل تصوراتهم متعلقة بالجملة الشهيرة عودة الخلافة فتقوله وده اللي كان بيقوله مرشدهم يعني يجي واحد مش مصر لا يعنينا أن يحكمنا مصري أو ماليزي وما الوطن إلا حفنة من التراب العفن ده نص كلام المرشد الأسبق رحمة الله على الجميع بقى كله عند ربنا يتحاسب يعني إن شاء الله في النار وجه حيمها لكن تقعد تفكر كده طب إيه وبعدين طول الوقت يقحموا نفسهم بالكذب والزور على تاريخ العمل الوطني المصري يقول لك إيه ولقدنا ضلنا ضد الاحتلال وضد القصر وهم كانوا بيروحوا يبوسوا إيد الملك اللي اتنين فؤاد وفاروق لقدنا ضلنا ضد الاحتلال وهم كانوا بيعودوا مع زباط المخابرات الإنجليزي ده حسن البنة بنفسه ده في مذكراته بيقعد الله عمل وطني إيه وبعدين تيجي تشوف طب الإخوان عملوا حاولوا يغتالوا عبدالنق يعني غير بقى أن هم كانوا في فترة العهد أو الحكم الملكي ما قبل ثورة 1952 وضى وقتلوا محاكم وفجروا عبوات نسفة في الشوارع وقتلوا الناس قال لك بس قصة ده كان زمان بس بطلوا طيب رحوا جايين حاولوا يقتلوا جمال عبدالناصر الله يرحمه ربه وبعدين تنظيم 65 وبعدين طلعوا جماعات منبثقة منهم تبقى إخوان بشرطة حتى لا يوصم الإخوان لو بقى إيه اعتناق الفكر التكفيري والجهادي وما إلى ذلك فيحصل اختطاف وقتل الشيخ الزهبي مثلا على سبيل مثال الحصر يعني مدبح في الشوارع في الصعيد في الشوارع ويمكن الناس اللي قدي تتذكر ده كويس الناس اللي قدنا أصدقائنا واللي كانوا دفعتنا يعني اللي كانوا بيخدموا في الداخلية في الصعيد يحكي لك على البشائع اللي كانوا بتحصل وبيشوفوها بشكل يومي ده في التسعينات وبعدين التنظيم المسلح بتاعهم خيرة الشطر وشركاء وما أطلق عليه صحفيا كتائب الأزهر يعني قولي مرحلة الإخوان كانوا فيها عدلين طب عملوا إيه طب ممكن تقولي إيه رؤية الإخوان في الحكم بكلمك بجد يعني أي بلد في الدنيا بيبقى لها رؤية حكم فلسفة حكم طب إيه فلسفة الإخوان في الحكم ولو سألت يا إخواني فلسفة الحكم والله ما يعرف يجاوب أولا لأنه لا يعترف بالفلسفة من أساس الفلسفة بالنسباله ده اجتهاد فكري بتاع مجموعة من الوثنيين في اليونان فده بالنسباله ده كفر وإلحاد ده مبدئيا طيب هتقول طب رؤيتك في الحكم إيه روح يواخدك وراح على فين عودة الخلافة تاني برضو لحد اللحظة اللي إحنا فيها دي وبعدين تيجي تقعد تفكر طيب بلاش الإخوان راحوا أنهي بلد وقامت أنهي بلد ولا بلد الإخوان دخلوها وقامت يعني لما الإخوان حاكموا شوية في تونس عملوا إيه سيبك بقى من مصر عملوا إيه بغدلوا تونس واخد بالك طب لما حاكمونا في مصر حصل إيه مدبحة الاتحادية 1-4 ديسمبر مدبحة الاتحادية 2 أيام حاجة اسمها كان كو جمعة كشف الحساب في مدن التحرير مدبحة 3 مدبحة المؤطم 1 مدبحة المؤطم 2 أنا كده قلت لك 5 مدبح واقتصاد بجد وما لما حب أكتب الفلوس هعمل إيه مانا مش هشيل الأرض على كده فيه أهرب طب المصنع مانا مش هشيل المصنع على كده فيه أهرب اشتغل فيه في شوية بضاعة وبقالة بس نفتح هدوم أجيب توكيل بضايع مستوردة وبيع هنا أيا كان نوع البضاعة ده الإخوان مفيش رؤية مفيش حاجة طيب لحد اللحظة اللي إنت فيها دي افتح التلفزيون أو أي تلفزيون إخواني وقل لي قل لي مرة واحدة قدموا حل لأي مشكلة يعني أو قدموا رؤية لأي مشكلة ولا حاجة هو طول الوقت يعمل إيه إيه اللي بيعملوه ده غلط وحش خيانة إنه الدمار إنه اللي مش عارف إيه أيوا أيوا إيه الحل بقى إحنا وحشين كلنا وحشين طب إيه الحل ما عندوش قل لي مرة من 2013 من ساعة ما خرجوا مكشوحين مكسوحين برا هادي البلاد اللي أطهر من إنه اتحط عليها رجل إخواني واحد قال لك حل يا راجل ده حلولهم فيما يتعلق بعودة الحكم إلى الإخوان مرة تانية كانت قايمة على إنه مشيوا في شارع رمسيس قاعدوا يضربوا نار على الناس في الشبابيك وبالمناسبة اليوتيوب لا يرحم موجود مفيش عايز تعرف مصر شكلها إيه من غير الإخوان وصلت لفين من غير الإخوان وصلت للي بيحصل النهاردة في شارم الشيخ إنك تعمل قمة فيها 197 دولة بحضور 120 رئيس وزعيم وأمير وملك وسلطان كريم بيبرس موفد التلفزيون المصري زميلي كريم احكي لنا إيه اللي بيحصل عندك في شارم والنبي عايزين نتفرج على شارم الحلوة بساء الخير يا يوسف وكمال خير على كل مشاهدي بردمج التساعة والقناة الأولى الحقيقة يعني شارم الشيخ حقيقي بقت مبهجة طوله عمر شارم الشيخ مدينة جميلة جدا لكن اللي بيحصل دلوقتي على هامش الورش والجلسات الرئيسية